هذا هو الجبن اللي راه دير حالة في المواقع الاجتماعية الجبن تاع المحلات تاع البيدون هذا اللي يخدموه بالحليب تاع دوميسنك تاع الحليب المقنن كما نقولو احنا يا جربوه قاع القنوات وقلتنا نتاني نجربها للمشتركين التوعي ونقولكم رأيه فيه بكل صراحة إلا عجبني نقولكم ما عجبني ما عجبنيش غادي نقولكم ما عجبنيش احنا نروح نشوفو المقادر اللي نحتاجوها فيها للوصفة تعجبنا المحلات اللي كما قلت لكم راه هم دايرين بحالة ويتروح يتلقي فرماج البيدون نروح نقولو بسم الله ونصلو على النبي عليه الصلاة والسلام وراه معاكم وصفات وتدابير اقتصادية كملوا معايا الفيديو حتى الاخير ما تنسو نشدك اللايك الشباب والتعليق المحفز احنا عندي زوج صاشيات زوج كاير مشي صاشيات تعال لتر لتر تحليب بغيتي تعال هادك تعال البقرة ولا بغيتي هادا تعال 205 جيبيهم اغسلي لصاش شكاير تعال حليب التوعيك ونشفيهم ورواحي نخدمو بيهم جيبي قدرة ولا طاوة ولا اللي عندك هنانا كنت درت في هادا الطاوة ودفقت لي كنت بدلت في قدرة هنانا يا شوفوا بغيت نقولكم تاني حاجة شوفوا رعنا نقولو الجبن شوفوا قاعد انواع الجبن اللي يتباعوا في المحلات هادوك ما يحتبروش أجبان اللي رانا نخدمو بيهم المملاحات ناكلوهم في الخبز وكل يسموهم تحضرت الجبن هادوك ليس لهم علاقة بالجبن خلاص الجبن هو يعطينا فيتامينات يزيدنا الكالسيوم للجبن للجسم التاعنا لكن هادو تعالبيدون تعالي ندرون في البيتزا تعال هادوك يسموهم وقرو في العولة بتوجو رقرو كيتلقوا تحضيره عارفوه بالشي نوع تعالجبن غير تحضيره تعالجبن وليتكاتبين فيه الجبن هاداك هو الجبن الحقيقي والجبن اللي تعالفيتامينات والصحيح يكون غالي مش كما هادو تعالبواده تعالبواده وغلوه علينا هنا كما شفتوني كنت درت اتنين نحنا غادي ندير في القدرة هادوك ما تساعدتنيش ما عليكين ديرها فوق النار وقعها شوية تدفق لي كنت درت تنين لتر حليب وكنت درت ثلاث ملاعق تخل ثلاث ملاعق تخل ولا كنتي بغيه كمية كبيرة ضاح في المقادر الخل كنت درت الخل العادي هادك اي نوع تخل يكون عندك كنت درتهم فوق النار كما هكا حتى ينفاصل هادك الحليب كما كنت شفوه شغل يد قطع ولا يخسر تبالكم بلي الحليب التاعكم رخسر هديك عادي هنان نجيبو نفاصلو بين الجبن هادك الحليب لي يتكتل لنا الملفوق وهادك المصل التاعه تاني نسدوه ولي غادي نخدمو به ما ترموش خلو حداكم وخدمو به هدوكم تشوفو معايا كيفاش ندير هنان نجيب هادك الحليب اللي يتكتل لنا الملفوق نديرو في السدادة كما هكا نسدوه مليح مليح شوفوهنا راعات حامي كنت سددته كما هكا توجوه كي تكون عندكم شكارة حليب هكا تغلوها للقهوة ولا وتتقطع لكم ما تقسوهاش غير لتر حليب وشوفي المقادر ونقصي منه فهمتك احنا هناخدمنا زوج تعلية ترتاح حليب خطات شنا ذيك شكارة حليب باش نديرو بيها قهوة ولا تتقطع لنا نرموها لحق تعربي كنا نقيسوها دروك اللي خدمي بيها هاد الجبن كيما هكا كيما راكم تشوفو نعصره مليح 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 ووذو كنا نجيبو كسرونا وخدو خراولا ونبدو نخدمو بيها الجبن التاعنا شوفو اني عصرته مليح هاكا كيما راكم تشوفو هادك المصل على بلكو هاد المصل هو اللي فيه لي فيتامين هو اللي يعطينا فيتامين دال في الجسم التاعنا اه هنا يا بعد اللي كنت كيما راكم تشوفو راني صفيتها نحط هادك المصل حداية ونجيب كاس كيما راكم تشوفو كاس من هادك المصل اللي بقى هنا نديرو فيه في طاوة ولا كسرونا ولا كل واحد كيفاشي يقولها شوفو قاع وغادي نضيف لها الفارينة تلثم غارف تاح فارينة شوف تلثم غارف فارينة معليش ما تقولي لحاميلة والوذو غادي ننخلطوها كب الفوي وندو فوق النار حتى جينا ديرنا فوقاعات كيما نقولو احنا تتثقل لنا نشبدو ووقفي معاها ما تخليهاش تشيط لكل حاجة باش ما يجيكشف فرماج داعك فيه بنا قاعد يتخلطي فيها فوق الناح تلي تولي لك كيما البيش عامل شوفو كيفاش غارطت انضيفها على هادك هادك الحليب اللي كنا سددناه كيما راكم تشوفو وهنا نبدو نزيدو في المواد اللي غادي نخدمو بها الجبن التاعنا ولا المواد الحافظة هادك هادك الماء هادك المصل تاع الحالي بخلو حدانا ويمانا نديرو بالباتير نزيدو منها شوية حتى نحبسو عند القاوام اللي غانا باغيناه والملح الملح تاني نديرو على حساب حساب كيما نقولو احنا يلا الرغبة تعنا اهنا يا شوفو في كل شقارة تاع حليب ولا اللي اللي تر حاليب نديرو ملعاقة تاع زبدة الزبدة هادي العادي تاع القوطي هادي عادي اهنا روح المواد الحافظة شوفو المواد الحافظة اهنا كل واحدة واش دارت كين لي دارت بيكربونات كين لي دارت الحمض الليمون كين لي كل واحد شادر اهنا غادي نعطيكم كل الاختيارات ونقول لكم انا واش دارت المادة الحافظة اللي غادي نديرها انا وهي ملعاقة كيما راكم تشوفو ملعاقة تاع ليمون ملعاقة كبيرة هادي غادي نعمرها الليم هي المادة الحافظة اللي غادي نخدم بيها الجبن التاعي انت يا لكان عندك هذا حمض الليمون حمض الليمون هادي تعله سيد لي يخدمو به الشربات ويخدمو به العسل وقاعد ديري نصف ملعاقة صغيرة ما عندكش ديري ملعاقة كبيرة حمض الليمون سوفو ركزوا معايا انا خلطكم شوية الى عندك حمض الليمون ديري هادي كلاسيد لي نخدمو به الشربات ديري نصف ملعاقة صغيرة ما عندكش ديري الملعاقة كبيرة تاع ليم تعليم ما عندكش الحمض الليمون وما عندكش الليم شا ديري ديري ملعاقة صغيرة بكربونات وديري هادي هي ملعاقة صغيرة كربونات ولا حمض الليمون ولا عصير الليم انا من المفضل ندير عصير الليم فهمتوني اهنا ينجون نكهو الجبنة تاعنا اهنا نكهو الجبنة تاعنا واش درت درت ست حبات تاع فرماش تاع هادا تاع المو ثلاثات انتي انتي كان عندك الفرماش تاع البيدون ديري منه زوجهم غارف ولا ثلاثة يكونوا كبار معمرين تاع فرماش ما عندكش شري هادا كشاف ثاني قطعة تاع فرماش ونكهي بيها الجبنة تاعك ما كانش ديري هادا تاع المو ثلاثات اللي درته انا يا ونكه درت ست حبات تاع قطعة تاع الجبن تاع المو ثلاثات ونبدا كما هكا بالبغا ميكسر كي جي كتقيل ارف دي بلالوش تاعك و بدي تزيدي وتخلطي بالباتر حتى لتتحسلي على هاداك القوام الاملس الرطوب كي ما نقولو احنايا و كي ما نقولو شادو روحه غير بدي غي كل خطرة كيتشوفي عاد ثقيل لك دايل لك هادو كل حبيبات ضيفي من هاداك الماء تاع الجبن اللي راكيتشوفيه راح ادايا هاداك اللي قاعد دينا قبيرا راح لي الاسم المصل كي ما قلت لكم المصل نبدو نزيدو بغير بشوية ونخلطوه بالباتر شوفو ييدك كطير بسخ خلطي مليح خلطي 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 حتى تتحسلي على هاداك الخليط الاملس الخليط اللي بيت شغل هي جي كرطوب كي ما الفورماج غير نشروه من برا لازم تتحسلي على هاداك القوام نقلت لك زعمت بديت خلطي خلطي بزاف تتحسلي على هاداك القوام كو ما تخلطيش بزاف شغل توجو تلقي هادا كل الحبيبات الحبيبات اللي فيه كي ما قلت لك خلطي مليح مليح تتحسلي على شكل يكون على الجبن تاعك املس والملح تاني دوقي شوفتي لا شوفتي خاصة هالملح ما خصاش كي ما هاكا ومن بعدتين ديريه في الثلاجة مثلا خدمتيه في الحشية ولا في الصباح ولا ديريه في الثلاجة وكتلقيه تشد القوام التاعه جمد خاتش علاش في هاداك الزبدة هي اللي كي ما نقولو احنا يكي تجمد تشد القوام التاعه فهمتوني هادا هو القوام التاعه هنايا كنت درت في هاداك البيدون الصغير الوزن التاعه ثمنمائة قرام كان عمر اهلي زعمة دالي ثمنمائة قرام كان الاخوات لي كان جاهم بزاف خاتش علاش ممكن كانوا خفوه ولا داروا كمية مضاحفة انا كنت درت زوصة شيات حليب كي ما شوفتوني خرجت لي هادا الكمية علبة الوزن ما وزنتهاش لكن العلبة هادا توزن ثمنمائة قرام تاع الجبن كي ما راكم تشوفو ما جاتنيش معا مراحتها الفوق زعمة هاداك هو الوزن التاحه ثمنمائة قرام خاتش علاش كي بلحتها الفرماج شغل السقلي في البلاع يعني راها كي ما نلنشروه من المحلات شوفو وهدك هو المصل اللي قاعد لي انا شغل جاني ما فيش ما جانيش بالزيادة فهمتوني جاتني هادا هو الحد التاحه زوصة شيات دو ليتر حليب خرجت لي هادا الكمية ثمنمائة قرام تاع جبن كي ما راكم تشوفو والاضافات هادوك اللي قلتم لكم دوكم نعاود لكم الوصفة بسرعة ودوكم تشوفو معايا بعد اللي برت القوام التاع هاني كنت درته في التلاجة وان شاء الله لا جربت معا لا درت بيه كي ما نقولو احنا يا موملاحات ولا كي ما قلت لكم اللا جربت في موملاحات ولا بورك ولا حاجة راني نقول لكم وصراحة تنزع ما مليح مشي كي ما تاع المحلات مية بالمية بصح يا في بالغارض يا في بالغارض احنا دوكم نجربو في الموملاحات في البورك ونشوفو كي ما نقولو احنا يا يدوب ما يدوبش لا وانقول لكم راييفي بيقولوا صراحة اما بالنسبة للجبن والذوق التاعه انا نعطيه كي ما نقولو احنا سبعين بالمية اه مشي كي تاع المحلات اه مية بالمية بصح نعطيه سبعين بالمية هاكا متلا نتخدمي بيه حاشو ولا كاش حاجة اه هذا هو الفرماج اللي فرماج تاع البيدون تاع المحلات اللي راي يتبع في المحلات راني جربتها مع اخواتي ومزعمة نقصي على روحك هكا تشري 205 ساشي ازو شكاير حليب هكا تاك هكا تعمري قوتي كي ما هكا خير وبركة اه تخدمي بيه مو ملاحات ولا حاجة تنقصي او متنقصي على روحك هاد البيديو نوقي لدروك ندون ما نشعر في السعر التاعه ممكن يدير ربعين الف خمسة وثلاثين الف والله ماني عاقل هاش حراني نشريه اه بصحي لا شريتها في المصروف الشهري دو كنقلكم اش حال شريت السعر التاعه ولا مشين نشريه نساومه ونقلكم ولا شريتها تاني نقلكم فيه ثمنميات قرام تعجب ندون هادكية يكون ربعين خمسة وثلاثين الله اعلم ما نكدبش عليكم وراي فيه كيما قلت لكم سبعين بالمية مليح مليح يافي بالغارض لي كيما نقولوا ما عنداش ولا عندها يستعملها بزاف ولا يافي بالغارض هذه هي اه كانت معكم وصفات وتدابير اقتصاديا نتمنى الفيديو كنعجبكم هاد الفيديو من هاد الفورماش كيما نقولو احنا من تحذيرات شهر رمضان هاكا تساعدكم في الحشو المملحات حشو البوراك شوفوا كيف حليتها تاني يلسق لي كيما كأنني شريتها شوفوا اللون التعاجة املا السرطب غين ديرو في التلاجة اريح اشتركوا في القناة